على خطى ما جرى في كاركوك والتاجي ويجري في المنطقة الخضراء في بغداد تدخل البصرة نطاق العمل الميليشيوي بعمليات القصف التي تستهدف المنشآت والقواعد الأمريكية بعد تصاعدها في الفترة الأخيرة لسيما عقب مقتل قاسم سليماني وتهديد الميليشيات الأخيرة خمسة صواريك كاتيوش استهدفت شركة هالي بيرتون الأمريكية النفط في منطقة البرجسية في البصرة عثرت بعدها القوات الحكومية على منصة الصواريخ في أحد الطرق القريبة وتوعدت بملاحقة المسؤولين عن هذا الهجوم وبصرف النظر عن قدرة القوات الحكومية بل وجديتها في ملاحقة المهاجمين فأن عملية البصرة قد تمثل أول تطبيق عملي بعد تهديد الميليشيات أول أمس باستهداف القوات الأمريكية وقواعدها إذا لم تخرج من العراق وأدرجت الميليشيات ذلك تحت بند المقاومة شماعة المقاومة التي علق عليها محور إيران جل أفعاله بدءا من العنف الطائفي في العراق إلى حماية نظام الأسد في سوريا واستيلاء ميليشيا حزب الله على لبنان لم يكن لذلك الشعار وجود عندما احتل الأمريكيون العراق بل كانت تلك الميليشيات كما أثبتت مجريات الأحداث لاحقا تعكف على الانخراط في الأجهزة الأمنية التي أنشئت بعد الاحتلال أمريكي العراق حتى اتهم بريمر الحاكم المدني للعراق السابق آنذاك بالمسؤولية عن إنشاء فرق الموت الخاصة وبعد أعوام من الود والاتفاق آن أوال الاختلاف والصراع على النفوذ وقد بلغ أشده بقتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد عندها استنفر الطهران وكلاءها للرد والذريعة كالعادة المقاومة وبين هذا كله هناك الحكومة في العراق أضعف الأطراف وأكثرها خسارة فمن جهة تحاول إسكات الطرف الإيراني وأنصاره بأي وسيلة كانت ومن جهة أخرى تجهد لأرضاء الولايات المتحدة وبين الحالتين لا تملك على الأرض شيئا فهي غير قادرة على كبح جماح الميليشيات الطائفية أو حتى منعها من شن مزيد من الهجمات كذلك تبدو عاجزة عن القطيع الكاملة مع الأمريكيين ويبدو هذا هو الدافع وراء ترحيب رئيس الحكومة عادر عبد المهدي بحديث السفير الأمريكي في بغداد ماثي طولر عن قرب بدء مفاوضات بين بغداد وواشنطن لتحديد مسار العلاقة بين الطرفين